تقويم ودعم الوحدة الرابعة صفحة 42 من كتاب الجديد في الاجتماعيات من مستوى السادس ابتدائي التمريل الأول نلاحظ في التمريل الأول أنه لدينا ثلاث صور الصورة الأولى تبين تخطيط لموقع مدرسة العطارين التي تتواجد بالقرب من مسجد القرويين كما نعرف أن مسجد القرويين يتواجد بمدينة فاس الصورة الثانية تمثل زخرفة لمدرسة العطارين الصورة الثالثة تمثل مشهد داخلي لمدرسة العطارين إذن الصور الثلاث تتمحور حول مدرسة العطارين موقعها زخرفة الموجودة بها ومشهد داخلي لهذه المدرسة نمر الآن إلى الجدول الذي يمثل معطيات مساعدة الإجابة على الأسئلة المرافقة لهذه الصور بالنسبة للجدول لدينا مكونات مثلا المؤسس لهذه المدرسة العطارين هو السلطان الماريني أبو سعيد عثمان تاريخ البناء بناها ما بين 1323 و1325 ميلادية بالنسبة للموقع فتتواجد وسط سوق العطارين نمر الآن إلى الأسئلة السؤال الأول أصف مدرسة العطارين بفاس من حيث موقعها تاريخها تاريخ تأسيس والمؤسس وأيضا العناصر المعمارية من خلال الصورة وأيضا مواد البناء والزخرفة السؤال الثاني أوضح انطلاقا من تعلماتي وظيفة المدرسة في العصر الماريني أولا وصف مدرسة العطارين بفاس مدرسة العطارين هي مدرسة تتواجد بمدينة فاس بالقرب من مسجد القراويين وبالضبط وسط سوق العطارين قام بتأسيسها السلطان الماريني أبو سعيد عثمان ما بين سنتين 1323 و1325 ميلادية تتميز بزخارفها المتميزة واستعمال مواد بناء مختلفة كالخشب والفسيفساء والزليج لتزيين الجدران بالنقوشات الهندسية المعمارية ثانيا بالنسبة لوظيفة المدرسة في العصر الماريني هي نشر العلم والمعرفة حفظ القرآن الكريم تعلم أنواع العلوم العلمية والتاريح وعلم الفلك والطب وغيرها نمر الآن إلى التمرين الثاني الوثيقة الأولى عبارة عن نص كان السلطان أبو الحسن طويل قامة عظيم الهيكل كان حسن الكتابة داب لاغة وبرعة بنى عدة مدارس منها المدرسة العظمى بمراكوش والمدرسة العظمى بسلا وللسلطان بفاس ومكناسة وغيرها من بلاد المغرب أثار كثيرة لدينا الجدول المرافق لهذه الوثيقة تمثل معطيات مساعدة للإجابة أي الأسئلة المرافقة للتمرين الثاني لدينا تاريخ الوفاة والولادة عام 697 الموافق لـ 731 هجرية مدة الحكم 20 عاما امتداد الدولة تمتد من المغرب الأقصى إلى القيروان نمر الآن إلى الأسئلة سؤال أول أدرس شخصية أبي الحسن الماريني باعتماد البضاقة المنهجية التي تدربت عليها في الدرس ثانيا أخطار معلمة من الآثار التي خلفها أبو الحسن وأنجز بحثا حولها أولا دراسة شخصية أبي الحسن الماريني أبي الحسن الماريني ولد عام 697 هجرية وتوفي سنة 731 هجرية يعتبر سلطان مغربي من بني مارين امتدت دولته من المغرب الأقصى إلى القيروان حكمها لمدة 20 عاما قام بتأسيس عدة مدارس في عهده كالمدرسة العظمى التي بناها في مدينة مراقش ومدينة سلا وللسلطان أبو الحسن أثار كثيرة بعدة مدن مغربية تانيا إنجاز بحث حول معلمة أبي الحسن الماريني كمثال المدرسة المصباحية تعتبر مدرسة المصباحية مدرسة تاريخية بمدينة فاس المغربية فقد كانت مدرسة لتعليم علوم الفقه والفلك وغيرها شيدها أبو الحسن ماريني عام 1344 ميلادية الموافق ل745 هجرية وتحمل اسم أول أساتدتها أبو الضياء مصباح بن عبد الله تتميز هذه المدرسة بمعمارها الأندلسي مع اللمسة المارينية التي ميزت عمران مدينة فاس في تلك الحقبة وتتألف من بنايتين يتوسط كل منهما صحن تحيط به غرف الطلبة من الجوانب كما اجتملت على 117 غرفة وتلات طوابق إضافة إلى الطابق السفلي ولها بابان وقاعة صلاة دون محراب نمر الآن إلى التمرين الثالث لدينا انطلاقا من هذا الجدول التواريخ والأحداث التي وقعت في هذه التواريخ المبينة في الجدول سنة 1510 ميلادية تم مبايعة محمد القائم سنة 1541 ميلادية تم استرجاع طغور أقادير أسفي وأزمور سنة 1550 ميلادية تم استرجاع أصيلة والقصر الصغير 1506 ميلادية تم التجاع المتوكل إلى البرتغال ضد عبد الملك سنة 1508 ميلادية حدثت معركة ودي المخازين وتولية أحمد المنصور سنة 1603 ميلادية وفات أحمد المنصور إذن نمر الآن إلى الأسئلة المرافقة للتمرين الثالث أولاً أحاول معطاية الجدول إلى خط زمني ثانياً أوضح باعتماد مكتسباتي دور الساديين في استرجاع طغول محتلاء نتائج معركة ودي المخازين على مستوى علاقات الساديين ببعض الدول أوروبا والسؤال الثالث أرجع إلى مواقع إلكترونية وأبحث عن العمارة الجنائزية أي قبور ساديين بالنسبة للسؤال الأول متعلق بالخط الزمني طلب مننا أن نحول معطاية الموجودة في الجدول إلى خط زمني التواريخ والأحداث التي ميزت هذه التواريخ بالنسبة لـ 1510 تم مبايعة محمد القائم سنة 1541 تم استرجاع طغول أغادير السفي وأزمور سنة 1550 تم استرجاع الصيلة والقصر الصغير سنة 1576 تم التجاع المتوكل إلى البرتغال ضد عبد الملك سنة 1578 معركة ودي المخازين وتولية أحمد المنصر وبالنسبة لـ 1603 فقد تميز هذا التاريخ بوفاة أحمد المنصر ثانياً دور الساديين في استرجاع طغول محتلة بعد فترة الضوف التي عرفها المغرب في نهاية الدولة المارينية ونتيجة لما تعرضت له السواحل المغربية من الاحتلال إبيري ظهرت الدولة السادية سنة 1510 ميلادية التي لعبت دوراً مهماً في استرجاع المناطق المحتلة وبالنسبة لنتائج معركة ودي المخازين على مستوى علاقات الساديين ببعض دول أوروبا فتستمثل نتائج معركة ودي المخازين على مستوى علاقات المغرب ببعض دول أوروبا في الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي عرفه المغرب في عاد أحمد المنصر السادي رابعاً إنجاز بحث حول العمارة الجنائزية قبور الساديين تعد قبور الساديين من بين المآتر التاريخية والمعالم التقافية التي تمتاز بها المدينة الحمراء وهي من الخصائص المميزة التي تجتمع في المدينة الحمراء التي تعد مدينة التاريخ والحضارة العريقة كما أن هذه القبور تعود أيضاً إحدى الأعداد القليلة التي ما تزال تنير المدينة الحمراء بثقافتها وتاريخها العريق من سلالة الساديين الذين حكموا العصر الذهابي لمدينة مراكش والممتدة ما بين سنتين 1524 و 1659 وهي من الحقب التاريخي القديمة التي كانت تمتاز بالرقي والثقافة والتاريخ العريق في مراكش والتي توجد بالقرب من مسجد القصبة في هذا الحي الذي لا يزال يشع بجمالي الثقافة المغربية القديمة فهذه القبور التي تجتمع في ضريح الساديين تعد من المعالم التاريخية والأساسية التي تمنح شهر عالمية لمدينة مراكش وليس فقط على الصعيد الوطني فهي رموز للثقافة المغربية العريقة التي تمتاز بها المدينة وهي معالم تنضاف إلى كل معالم التقافية والتاريخية الأخرى التي تعطي مراكش تلك الجمالية التاريخية القديمة التي تستنشق عبيرها بمجرد دخولك إلى مراكش ابتداء من ذلك الصول الأحمر الطيني الذي يحيط بالمدينة العديقة ويمنحها تلك اللمسة الثقافية المغربية العريقة التي تسافر بزائر المدينة من كل دول العالم ومن مختلف الجنسيات إلى حقب الزمنية لا يمكن أن يشهدها أو يكتشفها إلا بزيارته إلى هذه المعالم التي تعد خبور سديين إحداها ترجمة نانسي قنقر